اشتركوا في القناة عن انقباض عضلي لبعض العضلات ثم اجب عندك اهو الشكل البيانة اللي فيه ادي منحنة اتنين تلاتة فيه تلات منحنيات السؤال بيقول لي ما الذي تعبر عنه المنحنيات التلاتة اللي هم امامك طيب عشان نحل السؤال ده نرجع هنا للرسم البياني الاول الرسم البياني ده بين مين ومين بين الزمن وقوة الانقباض يعني معنى كده ان كل ما الزمن بيتقدم كل ما يكون فيه عملية انقباض لغات لما يوصل للحد الاقصى له طالما طالما وصلت للأقصى حد من الانقباض لازم العضلة على طول يحصل لها ايه انبساط مرة تانية يعني مثلا ادي هنبدأ هنا العضلة في الانقباض تبدأ تنقبض لغات لما يبقى اقصى انقباض لها هنا ثم تبدأ العضلة مرة اخرى في الانبساط طيب ده بالنسبة للمنحنة واحد المنحنة اتنين العضلة وصلت لمرحلة الانقباض ولكن استمرت في الانقباض بتاعها بالنسبة للمنحنة ثلاثة العضلة انقبضت ووصلت لمرحلة علية من الانقباض في النقطة دي ثم انبسطت مرة تالتة طيب من خلال الكلام اللي قلناه ده عاوزين نعبر عن المنحنة هاته الثلاثة هنا لو تلاحظ ان المنحنة رقم واحد طمع ونزل في زمن بصير او صغير زمن صغير يبقى الانقباض العضلي في الجزئية دي في المنحنة واحد يعتبر انقباض عضلي سريع يبقى المنحنة واحد بيعبر عن انقباض عضلي سريع او اللي هو الانقباض العضلي العادي بتاعنا يبقى ده بالنسبة للمنحنة الاول طيب بالنسبة للمنحنة التاني ادي المنحنة التاني حدث له انقباض زي ما احنا لسه جاي لين واستمر في الانقباض يعني ما حصلوش انبساط مرة تانية يبقى معنى كده ان حصلو شد عضلي يعتبر حالة شد عضلي يبقى المنحنة اتنين بيعبر عن شد عضلي طيب ثلاثة يعتبر انقباض عضلي وانبساط برضه بس في زمن كبير يبقى ده انقباض عضلي بطيء يبقى رقم ثلاثة انقباض عضلي بطيء يبقى كده احنا حددنا الثلاث منحنيات اظروفهم الاول كان انقباض عضلي سريع الثاني يعتبر لانه هو ما حدث لهش انبساط يبقى حدث له شد عضلي الثالث انقباض وانبساط مرة واحدة ولكن في زمن كبير يبقى ده كان انقباض عضلي بطيء نيجي للسؤال البعد كده ايه سبب حدوث المنحنة رقم ثلاثة ده الانقباض العضلي بطيء طب ليه بطيء لانه ممكن يكون فيه اجهاد للعضلة يبقى حصل اجهاد للعضلة السبب حدوثه اجهاد العضلة نتيجة ايه لنقص الاكسوجين لانه معروف ان الاجهاد بتاع العضلة بيجي نتيجة نقص الاكسوجين فبالتالي يتراكم حمد الله تيك من التنفس اللاهوائي طيب ايه سبب المنحنة 2 احنا قلنا المنحنة 2 شد عضلي يبقى شد عضلي اقول نتيجة لنقص جزيئات الاتب اللي هي جزيئات مين جزيئات الطاقة وانت عارف ان الطاقة مهمة جدا في عملية فك الروابط المستعرضة عن الاكتين لحدوث الانبساط العضلي يبقى معنا كده ان سبب الشد العضلي نقص جزيئات الطاقة بينما المنحنة 3 كان بطيء في الحركة نتيجة ايجاد عضلي وكان دي كده فكرة سريعة جدا عن رسم بياني مختص بالانقباض العضلي اتمنى تكونوا فهمتوا كان بالنسبة لكم سهل وكويس كان معاكم الاستاذ احمد مصطفى دعموم ارجو دعمكم للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته